حضرتكو فوجئنا زي ما فوجي كل المصريين بسلوك الشرطة المصرية اللي احنا عارفينه وحفظينه كمصريين انما على ما يبدو ان هذا السلوك سلوك العنف الضرب التعذيب الاعتداء على المواطنين على ما يبدو ان هذا السلوك اللي اصبح منهج في معاملات السادة الزباط وامناء الشرطة والصلاة مع المواطن المصري لا يستطيع ايضا مواطن اجنابي او عربي انه هو يكون بعيد عن هذا السلوك عارفين حضرتكو قد ايه محبتنا ومعزتنا لاشقائنا في الكويت وايضا اشقائنا العرب عموما شمال افريقيا او في الخليج نما يبقى فيه اصيرة من اواصل المحبة الشديدة بين الشعب المصري والكويتي خاصة ان احنا حضرتكو الجالية المصرية في الكويت سبعمائة وستين الف مصري الجالية التانية بعد بانجلاديش واحنا عارفين اديه الحمد لله اديه دعم يعني الكويت لنا كمصر في شعب المصري النهاردة لما تلاقي فيه مبادرة طلعت من وزارة التعليم العالي بتقول للطلب الكويتيين تعالوا ادرسوا عندنا عندنا جماعات وعندنا حنمنعكم مشاهدات وسسمار في التعليم وهذا لسسمار يعملنا عشرين مليار دولار والطلبة الحمد لله الكويتي يستجيبوا ويجوا عندنا ويدرسوا في جماعاتنا المصرية شي جميل جدا استسمارهو بس فيه في بند واحد في التعليم بعشرين مليار دولار نحافظ عليه طبعا نحافظ عليه إنما الشرطة المصرية الحقيقة فيه واحدة من المشاهد المسيئة جدا أنا هنا على فكرة ما بحسي على أن هناك تهمة من عدمه شيء الطبيعي ساعدتك أي متاه ومن حق الشرطة أن تقبل عليه مصريا كان أو أجنبيا ثم تسلمه للنيابة والنيابة تحقه معه وتحيله للمحكمة تبرئه أو تدينه ده الطبيعي إنما ليه حضرتك هذه الفيديوهات المنتشرة للاعتداء على الطلب الكويتيين بهذا الشكل المؤسف مهدي ده مش من أعمال الشرطة أنت فهمت خطأ أن الشرطة من حقها تعجل المواطن وتعتد على المواطن كان مواطن أو أجنبي هذا السلوك المهين النهاردة اللي عامل أزمة حقيقية بين أشقائنا في الكويت وأيضا معانا في مصر شوفوا هذا المشهد للاعتداء الشرطة المصرية بالأسندرية على طلاب كويتيين كما لو كانوا مصريين